اشتركوا في القناة لذلك تحتاجين الى كروشي من الرفيع عندي هنا 0.6 مليمتر رقم 12 تحتاجين الى ابرز الكروشي تحتاجين الى لونين من الحرير من اختيارك يمكن تعويض خيط الحرير بأي نوع اخر من الخيوط الرفيعة تحتاجين ايضا اللون التالت اللون التالت هو عبارة عن اللون الفضي هذا النوع من الخيوط هو ليس بحريري هو من نوع المعدني لا اعرف الاسم بالضبط بالعربية الفصحى بالنسبة لمتتبعاتي من المغرب هذا السقلي او اللصم كل واحده شنوك يسميه بالنسبة لمتتبعاتي من الشرق الاوسط اعرف الاسم باللغة الانجليزية بالنسبة ل ادوات الاشتغال تحتاجين زائد الابرات الكروشي الى المقص تحتاجين ايضا الى الابراء لاخفاء خيوط البداية والنهاية ابقي معي اذا اعجبك هذا الموضل من الكروشي لتتعلمي الطريقة تبدئين ب 10 سلسلة واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية سعود عشرة تقفلين بمنزلقة سنسدوهم بمنزلقة باش نشكلوا الدائرة باش غادي نخدموا الان واحد سلسلة داخل الدائرة سأشتغل عشرة عفوا عشرين من غرز الحشو هادي نخدم فصل من هذا الدائرة عشرين ديال نص غرزة واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة تمنتاش بابعتاش خمسة ستة ستة سبعتاش تمنتاش 18 19 20 تقفلين بمنزلقة عند أول غرزة حجو ستسدي عند أول غرزة حجو ستسدي بغرزة منزلقة بهذا الشكل خيط البداية اشتغلت عليها الطور الأول الآن يمكنني أن أقطعه بكل أمان سأمر إلى الدور الثاني واحد سلسلة دائما داخل هذه الدائرة سأشتغل مرة أخرى 20 غرزة حجو هذا دور فاكمل تأتي في تقدري تديره وتقدري ما تديره يمكن الاستغناء على هذا الدور وترك الدور الأول فقط أنا فقط يعجبني هذا النوع من البدايات هذه الأدوار أدوار البداية أربعة خمسة ستة إلى لحظة نجبت شيء شوية هنا بحلقة سبعة تمانية 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 سعود عشرة أحداش بتطاعت داعش أربعة 365 إلى لصوات الأول تحاول أنك سواء لم they choose إلى لصوات الأول في المuir go there إلى لصوات الأول وفي هنا شجرة بها ستة ثمينية عشرة اتناش تلتاش خمستاش انزيد خمسة ستاش سبعتاش تمنتاش تساتاش هاشرين هكذا اكمل الدور التاني ساقفل بمنزلقة عند اول غرزة حشو هكذا هي النتيجة الادوار الاولى سنتقلوا لكي نخدموا هذه الغرزة الطويلة سنتقلوا ستة سلسلة واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة ستة سنتقلوا عمود بلفتين عمود بلفتين سنمشي عند تاني غرزة حشو سنتقلوا العمود بلفتين بعدها بعدها سنتقلوا حلقة طويلة هكذا حلقة طويلة ثم سنتقلوا الخط على الكروشي بحلقة طويلة سنتقلوا هذه الغرزة شبيهة بالعمود هكذا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ثلاثة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اتناش تلتاش سنتقلوا واحدة سأصحب الخيط من خلال هذه الحلقات ستة سلسلة واحد جوج ثلاثة أربعة أفوا ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة سلسلة بالنسبة للمتتبعات من الشرق الأوسط هذه الغرزة تسمى باللغة الإنجليزية بولين بلاك ستيتش سأستمر هنا في غرزة الحشو المقبلة سأشتغل واحد غرزة حشو غرزة حشو مرة أخرى في غرزة حشو الموالية ثم غرزة حشو ثالثة عند غرزة حشو الموالية هكذا أكون قد حصلت على البطل الأول البطل الأول ثلاثة غرزة حشو سأعيد العملية أربعة مرات أخرى حتى الوصول إلى نقطة البداية وأقفل بمنزلقة هنا سعوبة البطل الأول اللي هو هذا اللي عندي هنا في الداخل بدأ كل لون كغامل لذلك عندي واحد ثلاثة غرزة الحشو سنزيد بقية أربعة أخرين ومن بعد فشنوصل هنا سنزيد بواحد منزلقة وتلقى معكم من بعد أنا الآن أنهيت الدور الثالث سأنهي هنا بمنزلقة عند أول غرزة عند البداية هنا أنا سريت الدور الثالثة جالي سنزيد بواحد منزلقة عند الغرزة اللولة اللي بديت بها سنقطع الخيط أنا الآن أنهيت الأساس بالنسبة للوردة سأنتقل إلى الدور الرابع سأستعمل لون مغير هذه المرة سأستعمل هذا اللون العنابي انتبهي معي سأبدأ من هنا عند أول المجموعة الأولى من ثلاثة غرزة حشو سأشتغل واحد غرزة حشو عند غرزة حشو التانية أو غرزة الحشو في الوسط هذه الثلاثة غرزة الحشو سأشتغل واحد سلسلة سأنتقل إلى الفراغ الأول من ستة سلسلة مباشرة سأشتغل واحد غرزة حشو واحد غرزة نصف عمود هنا سأملأ الفراغ بالأعمدة تقريبا تمانية عمود ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثلاثة أنا أشتغل على الخيط خيط البداية غرزة نصف عمود دائما في نفس الفراغ من ستة سلسلة ثم واحد نصف واحد غرزة حشو الآن أنهيت شغل الفراغ الأول الآن سأمر إلى الفراغ الثاني مباشرة سأشتغل واحد غرزة حشو واحد غرزة نصف عمود ثلاثة سأشتغل ثمانية عمود هنا هاد الفراغ ترعب حال بحال كلهم سأنخدموا فيهم وستبدأوا في غرزة حشو واحد نصف عمود ثمانية جل عمود ثلاثة و صحيح نبقا له نتنزله سأحصل اعود نصف عمود غرزة حشو هاد الشريكين منزبل هاد الابطن المشي وعرين ساعد لنا الغورة الأساسية ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة إذا أريد أن يخرج لك الموضر بالضبط بحال هذه الوردات التي لدي هنا هذه أخدمتهم بالخيط رقيق يعني يخدمهم بالخيط الرباطي على جو الشعرات فقط للإشارة يستعمل خيط أرفع من هذا لكي تحصل على النتيجة مشابهة لهذه الوردات التي لدي هنا هنا بعد الاشتغال على خيط البداية هذه المسافة يمكن أن أقطعه بكل أمان الآن انتهيت من البطال الأول يشبه قليلا شكل القلب الآن سأنتقل سأشتغل في غرزة حشو ليست الموالية ولكن التي بعدها التي في الوسط واحد غرزة حشو ثم أعيد نفس العملية كالبطال الأول دائما أنتقل إلى الفراغ من ستة سلسلة أشتغل واحد غرزة حشو واحد نصف عمود ستة عفوا ثمانية عميدة واحد جوج ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عفوا أنا أسرع ثمانية واحد نصف عمود ثم غرزة حشو يستمر هكذا على جميع الفراغات ولا تنسي غرزة الحشو التي في الوسط ثم انتبهي أنا عن قصد بدأت الاشتغال من هنا اشتغلت على خيط البداية الآن حينما أصل إلى غرزة الحشو التي في الوسط سأشتغل في الفراغ من ستة سلسلة على خيط البداية وهكذا أكون قد وفرت علي الوقت والجهد لكي لا أدخل هذه الخيط بالإبرة هنا بالعاني أنا بديت الخدمة من هنا خدمت على خيط البداية قطعته يعني تهنيت منه دابا فاش نوصل هنا غزي نخدم على هاد الأخر هذا وغزي نفرع لي الوقت عوض من بدأ نتخل فيهم في الإبرة وكي بقى ويتشنتهولي وكي تتخل بقية الخدمة أنا الآن خدامه وفي نفس الوقت كندخل الخيط معايا ثم غزي تستمر بحلاك على خمسة ديال وغزي نتلقى معك في الأخير هذه غزي نتلقى منزلقة الآن أنا أنهيت الدور ما قبل الأخير سأنهي هنا عند أول غرزة منزلقة بغرزة منزلقة هكذا سأقطع الخيط غزي نتلقى في الأخير بغرزة منزلقة وغزي نتلقى الخيط بهذه الطريقة هكذا غنكون نكملنا الوردة بقرينة غير الضوء الآخر ديالة في نيسون قد تلاحظين أن هذه هذا البيتال متزاحمة قليلا هكذا صممتها هكذا أعجبتني صممتها على دوقي متزاحمة جميلة جدا كما عندي هنا في الموضيل الذي اشتغلت لجلابتي نحن نتجة نهائية الوردة الآن سنمر إلى آخر دور سأستعمل فيه خيط السقلي الفضي هذا الخيط سنقوم بسفيفة ماشي ديالة الطرز ديالة الطرز سنقوم بسفيفة سنقوم بسفيفة بسفيفة سنقوم بسفيفة الباك لوب فقط هذا لوبغان سوبر هذا يعني بالنسبة لهذه الضفيرة سأشتغل فقط على هذه الجهة من الضفيرة الجهة العليا سأبدأ من هنا سأسحب الخيط واحد سلسلة سأمر إلى غرزة الحشو غرزة حشو الأولى في فراغ التي اشتغلتها في الفراغ من ستة سلسلة ثم أنتقل إلى الغرزة الموالية سأشتغل غرزة منزلقة دائما على كل غرزة سأشتغل غرزة منزلقة هنا غير رخيط قبل أن تزيارها لكي تجد الوردة تبقى على راحتها إذا لم تريد أن تزيار الخط سأشتغل غير مرات على سبع إلى الغرزة ثلاثة مرات عرف أن أنا أريد أن تزيار الخدمة هنا لا أريد أن تزيار الخيط سأشتغل مرات حين تزيار سبع الخط يعني توطر الخط هنا توطر الخيط يجب أن يكون منخفض لا يجب أن يكون لا يجب أن يكون كبير لو أردت أن يكون التوتر كبير لا مررته على أسبوعي ثلاث مرات هكذا هنا لا يهمني ذلك ما يهمني هو أن يكون هدفي أن يكون أن تكون هذه السلسلة المشكلة من خلال غرز المنزلقة أن تكون جميلة جدا وتكون متساوية انتبهي جيدا إلى أن تكون متساوية في الحجم سأمر على الشغل الوردة كلها بهذه الطريقة لن أترك أي غرزة بدون غرزة منزلقة هكذا يستمر على طول الوردة بهذا الشكل هذا الدور هو عبارة عن فنيش نوف لهذه الوردة الخماسية هذا الخيط السقل يعطيها لمعان وبريق يمكن أيضا تعوده بخيط الحرير من لون آخر مثلا اللون الأساسي أو أي لون من اختيارك استمر هكذا إلى أن تنهي الوردة بكاملها بعد بعد الانتهاء ترجعين إلى أول غرزة حشو أول غرزة منزلقة تشتغلين واحد منزلقة ثم ثم تقطعين الخيط وهكذا أكون قد أنهيت الوردة سأدخل نهاية الخيط بالإبراء منزلقة هذه الوردة سممتها خصيصا لأزين بها جلبة والقفطان هذا الزوقة هي سأخدمتها في هذه الوردة الخيط الرقيق خدمت بها جلبة العروس صفي باركة سأخطع الخيط سأخدم نتيجة هي هذه كانت من ناس كون أعجبتكم هي سألاحظ بأنها متراكبة ولكن هي جميلة جدا تظهر كأنها واقعية كانت هذه هي النتيجة أدخلت هذه الوردة في تصميم بعض الزوقة أو الصخرفات بالقروش لتزيين القفطان وال الجلبة الغريبية هكذا مثلا بالاستعانة ببعض بعض الأشكال الأخرى لأكمل التصميم هذا شكل مثلا على صدر جلبة على الأكمام على قب جلبة مثلا هناك تصميم آخر مثلا هكذا رحض معي هكذا شكل كلهم تستعمل ما استعمل هنا الصفر تستعمل لكي تزيين الجلبة أو القفطان القفطان أكثر وقيلة للإشارة بالنسبة للدرس التعليمي لهذه الورقات الملونة أيضا من تصميم تجد رابط الدرس التعليمي في آخر الفيديو أتمنى أن أن تكونوا قد استفدتم اليوم من هذه الوردات وأن هذا نالت إعجابكم كانت من تكون اليوم استفتين في الدرس اليوم وأن هذا الورد أعجبتك إلا أعجبتك هذا الورد وحسي سي استفتش حاجة من فضلك دري مشارك للفيديو في أي موقع تواصل الاجتماعي فيسبوك لابينتراست لإنستغرام وشكرا جزيلا هكذا تكونوا قد دعمتم القناة شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو تعليمي جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر